مرحبا مشاهدين الكرام كوليس حب تتجهز لكم تقرير عن حضور الممثل السوري ديمة بياعة إلى المغرب سافرت ديمة إلى المغرب للقاء زوجة أحمد الحلو وحضرها سويا زفافا باذغا يعني زفاف ضخم جدا ومهم جدا كان من أهم حفلات الزفاف بالمغرب حضرها سويا هذا الزفاف سعادة أهل أحمد الحلو بديمة لا توصف وعملوها وكأنه بنت المغرب حقيقة أي لا تنحدر من وطن عربي آخر علما أنه كلنا نحن كعرب أخوة عملوها كابن لألون وكانت الأجواء رائعة تابعوا معنا هذا التقرير ونرجع ونحكي عنه إلى السورية ديمة بياعة سافرت إلى المغرب بعدما اشتاقت لزوجها أحمد الحلو وكي تحضر زفاف قريبه وارتدت القفطان المغربي وأبدت سعادتها بزيارة المغرب كما بلقاء زوجها بعدما سافر قبلها بأيام وبقيت مع ابنيها وأسرتها ثم جاءت إليه أجواء من الفرح والود لاحظناها عبر الصور والفيديوهات التي نشرها أحمد وديما معا وعلى أمل أن ترافقهما السعادة دوما أهل أحمد يعاملون ديمة وكأنها ابنتهم وابنة المغرب ويطلبون منها دائما المجيئة إلى وطن زوجها كما يحبون ابنيها من طليقها الممثل تيم حسن كيف عشبك اللوك؟ بجاحنا بجاحنا مغرب غير بجاحنا مغرب بجاحنا محبوبك المغرب بلديك التالي نحن بقليل الزماء حرة ترجمة نانسي قنقر شو هالزفاف الحلو؟ شكرا كوليس على التقرير والله يصعد العرسان إذن ديمة سفرت إلى المغرب كرمال تلتقي زوجة أحمد الحلو وشفنا سعادة أهل أحمد وسعادة الشعب المغربي من أصدقاء وأقارب أحمد بديما كنا حكينا بفيديو سابق أكيد بشرفنا أنكم تحضروه عن مدى تقبل أحمد وعائلة أحمد لديما ومدى محبتهم لإله عفوا على استخدام كلمة تقبل بس نحن بمجتمعات شرقية بعد المرأة فيها تعاير إذا كانت منفصلة وتعاير إذا كانت منفصلة وعند ولدين ديمة انفصلت عن ممثل تايم حسن وكان عند ولدين أحمد عامل هذين الإبنين وكأنهم أولاده ربيهن ومأثر معهن وبيقولوله بابا مثل ما بيقولوا بابا لتايم حسن اللي أكيد كمان مأثر بحق أولاده إذن هذه المشاهد تؤكد أنه طالما فيه تصالح عالي مع الذات يعني الإنسان متصالح مع أفكاره الرجل الحقيقي اللي واثق من نفسه اللي بيحب زوجته ما بتفرق معه شو بيقوله العالم عنه بالعكس إذا ضل مصر على فكرته بتنعكس هيد الفكرة على المحيط يعني ذاته هيدا المحيط اللي ربما ما كان متقبل ديمة بالبداية أو ما كان متقبل علاقة أحمد وديمة أو ما كان متقبل أنه أحمد يرب ولادة وهو دي الناس كتار بمجتمعاتنا اللي من الأشخاص اللي عندهم هيدا الأفكار الموروثة السيئة هلأ صاروا عم يتقبلوا إصرار الإنسان وإصرار الرجل تحديدا بحب إمرأة حياته بينعكس بالنهاية على المحيط وبيتقبل المحيط أنه يحترم قراره وبيصير بيتجاوب مع هذا القرار يعني أحمد لما سافر إلى المغرب ما أثار على ديمة أن تسافر معه لأنه عارف أنه فيه ولدان وبيعتبرهم ابنه يعني بيعتبر الاثنين ولاده أثار علي ربما أنه تبقى معه وبعدين سافرت يعني من بعد ما اطمئن هو على حالتهم كمان وعلى استعداد ديمة للسفر سافرت ديمة إلى المغرب ولقاها أحمد الحلو تفاصيل رائعة بفيديو حكيت فيها عن قوة علاقة أحمد الحلو بابنه ديمة بيعة رح أترك لكم الرابط طبع هذا الفيديو بهمنا أنكم تشوفوه تعطونا رأيكم عفوا بهذا الفيديو يعني أحمد الحلو ديمة بيعة بعد زواج عمره من 2012 ساعدونا بالحسابات يعني حوالي 12 عاما بعد العلاقة الزوجية وكأنه حبوا بعض عن جديد السؤال له طيب الروتين بيضرب العلاقات الزوجية أحيانا وممكن المتزوجين ببداية العلاقة الزوجية يكونوا كتير بحبوا بعضوا مع الوقت ومع المسئوليات والواجبات بيصير نوعا من النفور في العلاقة أحمد رجل ذكي جدا حاول دايما يخلي علاقتهم فيها نوعا من الإثارة والتجديد يعني بيسافروا دايما بيسافر هو أوقات لحاله وبتسافر هي أوقات لحاله بيبعد عنا مرة بالشهر أو مرتين أو ثلاث مرات بالسنة كرمال تشتقل وكرمال يشتقل كرمال يضل في معنى لهذا الحب في العلاقة كرمال ما يترك الروتين أو الملل أو المسئوليات الأسرية تقتل هذا الحب أو تقتل كيف نحن منترجم هذا الحب أحمد رجل مناضل مكافح متمرد على الأفكار الموروثة وشديد الحب لزوجته وذكي جدا كل التوفيق لأحمد وكل التوفيق لديما اللي كانت بتاخد العقل بالقفطان المغربي نحن بلبنان ما منقول القاف بالقفطان المغربي كانت بتاخد العقل الزفاف المغربي لأول مرة منشوف كيف بيصير يعني خلينا أحكي عن حالي الزفاف جميل جدا شعب المغربي منوجه له ألف تحية على ابن أحمد الحلو اللي فعلا بيرفع رأس بأخلاقه بأفكاره الجديدة اللي نحن بحاجة لإلنا أو لإلها بمجتمعاتنا العربية عكل حال هيدا رأيي ونحن عمنا أكتر من رأي بكوليس بأسرة كوليس ويمكن أنتو مشاهدين يكون عمكون كمان أكتر من رأي بيسعدنا أن كنت تتابعونا باستمرار عبر موقعنا www.colismanc.com عبر كل مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي نحن موجودين على كل المواقع تابعونا بفيديوهات جديدة دايما وبأراءة جديدة حوالي يمكن ذات القضية كمان عبدالله أبعال بكي كان معكم رئيس تحرير منصة كوليس إلى اللقاء كوليس مع بعض المشهد